انت عافة ساعات تشوفي ممثلة أو ممثل في عمل تنبهري بيه قوي وبعدين ما تتفرجي بعد تشوي تقول الله ده كانت طلع في مش عارف ايه انا ده اللي حصيلي ده وقتين انا شفتك تحت سيطرة عندما كنتش فاكرة الحاجات التانية وانا بحاول غير من شكلي للأدوار يعني في سجن النساء كنت تخنالها لباكينام اللي هي الست المفترية بتاعت الخاتم اللي تهمت روبي فكنت تخنالها لها عشان هي كانت الكهوليك فبحيب بحاول أبقى الشخصية أقدم أقدر لا بس هو واضح ان انت الارضية اللي استقررتي عليها فتحت سيطرة كانت مختلفة جدا انا بعمل يمكن عشان كمان انت اللي روحتي خطبتي جوزك في المسلسل وانا عملت كده في الحقيقة على فكرة لا والله ازاي بقى حكيني يعني مخطب طروس قوي احنا كنا بقلنا فترة مع بعض وجينا خلاص احنا من الجامعة وبنتخرج تقول ايه علي احنا نفضل مخطوبين كده كثير انا عايز اتجوز اه فقالي يعني طب ما نستنى شوية نتخرج اقول لا انا عايز اتجوز لو مش هنجوز انا حسافر وقدرس انا عايز اتجوز اه وفعلا عدت ازني مرتين سنينية اه بس هو اللي كان خطبك في الاول اه اه يا عمري اعتمليني فيها بطلة اه بس كان ممكن يخلع بعد كده لو ببس انا عايز اتجوز اه وماخدتش عالي ما اجاش مثلا امره قالك ما انت اللي قطيلي نتجوز مش هفعين انت اللي تجوز عافية لا 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 خالص لا هو حبيبي هو هو سبب أساسي من نجاحي في حياتي فلا هو حبيبي أبدا طب هل أنت قررتي أنت أوعى تكون فكرتك أنت في المسلسل لا لا خالص أنا ما تدخلص لا لا ده أستاذ تامر وأستاذة ماريا من نعوم أنا ما لديش أي علاقة ماريا مع غباء يعني من نفسها هو أصلا ضحكوا لما كنا بنحضر المشهد في التصوير ضحكوا لأننا حكيت لهم بقى الحكاية دي فأستاذ تامر محسن طبعا كانوا معا في أرض البيت حكي الصدفة طبعا